موسيقى مشاهدين الأكار نتواصل وإياكم ووصلنا إلى فقرة تقرير لحرقتنا لهذا اليوم في فقرة تقرير سوف نتابع في هذا التقرير ترميم المخطوطات التاريخية وهو حقيقة من المواضيع المهمة جدا بإعادة التاريخ لحافظة تلك الكتب القديمة ترميمها شيء جدا مهم لذلك سوف نطالع هذه الموضوع في تقرير للزميل بسام العطار من فلسطين بدقة متناهية تزيل هذه الشابة الغبارة والشوائب عن مخطوطة تاريخية مضى عليها نحو قرن من الزمن بواسطة أدوات خاصة وبسيطة في محاولة لإحياء التاريخ الثقافي الفلسطيني الذي يقع بين فترة نهاية الدولة العثمانية في العام 1922 وحتى العام 48 مشروع يسعى للحفاظ على هذه المجموعات التاريخية من الضياع والاندثار وتقديمها للعالم المشروع نقوم به كالتالي عملية الترميم ومن ثم الأشف الرقمية وإعداد تقارير علمية ورفع هذه المخطوطات الرقمية إلى موقعين موقع المكتب البريطاني ومتحف هيل وبعد الانتهاء من عملية الرقمنا نوضع كل مخطوط في صندوق ثالي من الحموضة ووضعه في خزن حديدية حتى تطيل في عمر هذا المخطوط يوجد لدينا تاريخ وفلسفة وسياسة وأدب وعلوم تلف وجغرافيا وكل هذه العلوم تتراوح المدة الزمنية ما بين أواخر الفترة العثمانية وحتى عام 1948 هذا الفريق النسوي يعمل هنا كخليات نحل لبث روح الحياة في مخطوطات وكتب نادرة ومحفوظات من صور ووثائق وسجلات تاريخية عفى عليها الزمن حصلنا على بعضها من عدة عائلات في القطاع بادرت بتسليم هذه المخطوطات في مسعى لترميمها والحفاظ عليها فيما يصل ترميم المخطوطة الواحدة إلى خمس ساعات متواصلة تمر بعدة مراحل عملية الترميم بتمر بعدة مراحل المرحلة الأولى إن هي الكشف والمعاينة عملية الكشف والمعاينة بتتم من خلال حصول أخصائي الترميم على الكتاب أو المخطوط الوراد ترميم وصيانته بعد هيك بيتدخل لمرحلة ثانية في المعاينة واللي هو الكشف عنه عن حبر وجودة الورق بعد هيك بنختبر جودة الورق إذا فيها درجة حموضة عالية أو لا ندخل للمرحلة الثانية من مرحلة الترميم واللي هي مرحلة الصيامة الوقائية بتم فيها استفدام الفراش الناعمة وبتم فيها استفدام عدسة متكبرة بس بتم استفدام سباتيولا وبتم استفدام اسفنج مصنوع من أنياب الفنين نقوم بإعطاء الكتاب أو المخطوط رقم متسلسل اللي البدء في تصويره ونقوم بعد ذلك بتفقد الكتاب أو المخطوط من أي فقد من وجود قوارد أو من وجود بعد عملية الترميم طبعا نقوم فقط بتفقد الثقوب داخل الكتاب بعد الانتهاء من تفقد الكتاب نقوم بالبدء بتصويره من بدايته إلى نهايته ثم نقوم برفع الكتاب أو المخطوط على الموقع الإلكتروني العمل بهذا المشروع سيستمر حتى منتصف العام القادم بعد ترميم كافة المخطوطات التاريخية فيما يطمح الفريق النسوي لتكوين شراكات مع مؤسسات تُعنى بالتراث الثقافي على مستوى عالمي وإداع هذه المخطوطات في متحف دائم يستطيع كل زوار العالم زيارته في مدينة غزة يعتبر هذا المكان بمثابة غرفة إنعاش للعديد من الوثائق التاريخية المهمة فكل مخطوطة من هذه المخطوطات تعتبر إرثا وطنيا كبيرا يعزز الرواية والهوية الفلسطينية على هذه الأرض المقدسة لبرنامج صباح كربلاء بسام العطار غزة فلسطين